اشتركوا في القناة كوادر التعليمية في اعداد وتنفيذ هذه الدروس بالتعاون مع وزارة شؤون الاعلام في حفل افتراضي اقيم لتكريم مئة معلم ومعلمة ممن ساهموا في تنفيذ الدروس التعليمية المتلفزة استذكر سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالفخر والاعتزاز الاشادة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية لابنائه الطلبة عبر تلفزيون مملكة البحرين تأكيدا لما يحظى به التعليم من اهمية وعناية لدى جلالته الكريم ان هذا الاحتفال البسيط في فقراته المهم في معانيه ومدلولاته يأتي ضمن تواصل وزارة التربية والتعليم مع الميدان التربوي والجهات الدائمة ان الاخوة في الميدان التربوي عملوا لساعات طويلة كل في موقعه لتقديم افضل الخدمات التعليمية وسط هذه الجائحة هناك نقطة تسجل للتاريخ بأن الكلمة الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه التي تفضل بها ووجهها لقطاع التعليم فمع بداية هذه الجائحة كان لها دورا كبيرا في رفع المعنويات وبث روح الحماس لديهم فاستطاعت وزارة التربية والتعليم تكمل العام الدراسي من خلال تقديم العديد من الوسائل للطلبة من دروس مركزية ومن بوابة تعليمية او دروس تلفزيونية او غير ذلك فوصل عدد من زار هذه البوابة اكثر من 37 مليون الى نهاية الفصل الدراسي الاول من هذا العام الدراسي ان مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل هذا المشروع الذي اتى بتوجهات ملكية سامية من سيدي حضر صاحب الجلالة عاهل البلاد مفدأ حفظه الله ورعاه اوجد بنية تحتية سواء على صعيد الاجهزة او بناء الطقات فالشكر والتقرير للجميع واخص بهذه المناسب ايضا الاخوة في وزارة الشؤون الاعلام من سعادة الوزير والاخوة العاملين في هذه الوزارة الموقعة على تجاوبهم مع وزارة التربية والتعليم في مجال بث الدروس لابنائنا الطلبة في فترة طويلة وهذه جانب مهم اسهمة في اصال الخدمة التعليمية لمن يحتاج اليها نسأل الله تعالى دائما لوزارة التربية والتعليم ولوطننا عزيز قبل ذلك المزيد والازدهار والتقدم واضاف الوزير ان الوزارة قد امنت استدامة التعليم والتعلم من ناحية والتقويم المستمر لاعمال الطلبة من ناحية ثانية وضمان الرقابة على اعمال المدارس من ناحية ثالثة اذ تمكنت ولله الحمد من توفير خيارات تعلم متنوعة وملائمة لجميع الطلبة من خلال الامكانيات الكبيرة التي وفرها مشروع جالة الملك حمد لمدارس المستقبل من حيث الموارد البشرية المؤهلة او من حيث البنية التحتية في المدارس او تجربة التعلم الالكتروني المتطورة واشاد الوزير ايضا بما تم انجازه من الدروس المتلفزة التي نفذت بتعاون مثمر مع وزارة شؤون الاعلام والتي بلغ عددها في العام الدراسي الجاري ثمانمائة حصة لجميع الصفوف الدراسية معبرا عن شكره وتقديره لسعادة الاستاذ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام وكافة المسؤولين بهذه الوزارة ومنتسبي تلفزيون البحرين على دعمهم وتعاونهم المثمر الذي كان له اطيب الاثر على نجاح تجربة الدروس المتلفزة انا اليوم صراحة ما اصف شعوري شعور جدا جميل شعور حسني بالفخر اني قدمت بصمة جدا جميلة ورائعة في خدمة وطن اعطى الكثير جهود جبارة بذاته وزارة التربية والتعليم والاخوال والاخوات من وزارة التربية في تسهيل عمليات التعليم والتعلم خلال الفترة الماضية كنت وايد سعيدة بالتكريم اللي صار اليوم كانت التجربة اللي اخذناها في الدروس المتلفزة كانت تجربة وايد حلوة جميل ان تحظى بمن يسق المواهبك ويقدر ابداعاتك هنا نعم في مملكة البحرين ومع وزارة التربية والتعليم فشكري لمملكة البحرين وشكري لوزارة التربية على هذا الانجاز العظيم طبعا تكاتفت الجهود بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الاعلام من اجل استمرار العملية التعليمية التعلمية خلال فترة جائحة كورونا طبعا جاء ذلك بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام اللي اصر على توفير وتسخير جميع الامكانيات سواء كانت لوجستية هندسية فنية من اجل تسجيل هذه الدروس التعليمية وبثها على قناة البحرين الرياضية الثانية اللي تكون منبر من المنابر التعليمية اللي رجع لها عزيزنا الطالب من اجل استمرار عملية التعليم في مملكة البحرين وفي ختام كلمته اوضح الوزير ان الوزارة قد اهتمت باستدامة تدريب المعلمين حيث تم طرح 270 برنامجا تدريبيا استفاد منها اكثر من 12 الف موظف وموظفة بالوزارة في العام الدراسي الماضي مع الاستمرار في التدريب عن بعد عبر طرح 149 برنامجا تدريبيا ضمن الخطة التدريبية للعام الدراسي الجاري ضمن الخطة التدريب ضمن الخطة التدريب